يا اخي والله العظيم شركة ايبك جيمز مو مقصرة بنوب مع اللاعبين يعني هلأ الموضوع صح سئيل ساير بهذا السيزن وقدرات وسألة وانا صحبت شوية على اللعبة ولكن الصراحة شركة ايبك جيمز عم تبيضة كل فترة يعني هلأ نزلت معنا بطولة خاصة بفري فورتنايت وعطتنا سكن التفاحة ونزلت معنا بطولة جالكسي وعطتنا سكن الجالكسي بشكل مجاني هلأ بقى نزلت بطولة جديدة لح تعطيك سكن باسم دير ديفول ما بعرف مين هذا الشوبر هيرو لان اسمه بدلع eagle 10 لب pieds لا اعلم اني هذا المهمر من لحصل اسكن بشكل مجاني من جميع 10 لنت 98 مما كان يكون ابن جيراننا المهمة لحصل اسكن المجاني من شركة ابيك جيمز بغ paolo ان شاء الله بهذا المقط ABD حكرة ماندية ونجاح الشيط ت其 m thing is glider ليس ك Jeder söyled wang sapphire بشكل مجاني لنجاح الشيط التي يغلب حصله علي قل dar اطوامще على ال Lindsay glider فحاول انه تقلع من هذا المقطع لانه ان شاء الله لحيكون فيه كل معلومات لتقدر تاخد جلايدر وتقدر تاخد سكن بشكل مجاني فعلا والله بسكن الطاولة الارضية وفيديو جديد هلا هو سكن دردفل حلو لونه احمر ففي تحت زر احمر الاشتراك او سبسكرايبك بس عليه مشان يصولك كل جديد ونوصل 17000 باقي خمسة لنوصل 17000 يا شباب وشكرا لكم مسبقا عددعم الخراف في هذا اللي عم يجيني ولا تنسى اللايك لانه بيوصل لكل الناس الفيديو لو حد دعمني وحبيت المحتوى تبعي وكود دعم الاتم شبني متسع لزائر امامك يا ريت تستخدمه وشكرا لكم كل هاتكن ورأيك بهن تحت بالتعليقات وقبل ما ابلش الفيديو احكي اي شي لو عندك اي استفسار اتبلي بالتعليقات ولو الاستفسار كان موجود بالفيديو لححلك موجود بأني دقيقة ولو كان موجود لحجاوبك علي وحاول حللك الموضوع اللي انت عم تسأل عليك هلا مبدعيا شركة ايبك جيمز نزلت بطولة جديدة باسم ديردفيل هذا اللي سكينيا شباب يستطيع تحصله بشكل مجاني هو والليجلادر ولكن الليجلادر ما احد احكي عليها اي حدا ما احد احكي عليها فانا احكي لك عن الليجلادر كمان هلا اول شي بالنسبة للبطولة من داخل موقع ايبك جيمز بيقول لك انه ارتديزي ديردفيل اولا تبدأ سلسة ضربة مارفل قاضية الخارقة في 14 اكتوبر يعني ان شاء الله بعد يوم من تسجيل هذا المقطع اللي ستبلش اول واحدة بالبطولة اللي هي بيكون يوم الاربعة قبل يوم من تحديات الاسبوع السابع يمكن يعني قبل تحديات الاسبوعية بيوم ان شاء الله مكتوب انه يأتي البطل الجديد لمارفل على فورتنايت ليبدأ المنافسة لما سيل لها على الجزيرة وبلا بلا بلا ومدرشه واجمع فريقك من الابطال الخارقين للمنافسة في سلسة ضربة مارفل قاضية الخارقة هلا ما بعرف فهل هو لحيكون فيه فريق يعني ممكن يكون تريد البطولة مثلا ولا سوله انا الصراحة ما بعرف فهلا انا لحيحكي لكم اللي موجود بالابك وبعد منه لحيحكي لكم اللي انا مجهز لكم ياه مجهز لكم كل شي الكلام التي تضم اربعة كؤوس تنافسية تتمركز حول وضع ضربة مارفل قاضية ستصل هذه الكؤوس الاربعة الى بطولة نهائية بقيمة مليون دولار هلا احنا فهمنا انه في بعض مننا مليون دولار في سكن وفي غلايدر وفي مليون دولار انا هات كله لحيحكي لكم ياه ولح تكون اخر يوم بالسلسلة ضربة القاضية تبع مارفل لح تكون ان شاء الله يوم 21 نوفمبر كمكافأة اضافية سيحصل اللاعبين الذين يشارك في الكؤوس الاربعة على طائرة صراع نيكسوس الشراعية الحصرية البلا بلي بلي مدري شو يعني المهم هذا اللي انا لحيحكي لكم ياه اللي هو انت لح تقدر تحصته غلايدر باسم نيكسوس الشراعية ما بعرف او صراع نيكسوس مين هو نيكسوس كتبونا بالتعليقات نحتفل كأس الاولى بالرجل الذي لا يخاف بنفسه دير ديفل يحصل فائزون على حق الافتخار المطلق قبل الوصول المبكر يعني هلا هذا اللي سكن هيكيك لح يجي على الاتم شو ولكن ليش تشتريب 1200 في باكس ح انت لح تحصله بشكل مجاني حلا حكينا بالنسبة لموقع ايباك جيمز موقع ايباك جيمز ما بيفاهمك شي بيقول لك دير ديفل وشراعية وطيارية ومدري شو فانا لا لح احكي لك اللي انا بدي اقول لك عليه بالنسبة يا شباب لهي البطولة اول يوم للبطولة ان شاء الله لح يكون يوم 14 عشرة تمام لحد هلا اول شي عرفنا انت لح تكون البطولة اللي هي يوم 14 عشرة لح تكون البطولة باسم دير ديفل هيك لح تكون باسم البطولة البطولة طب بنحصلها يا نيمو وين الروابط شو نسجل فيها مبدئيا انت ما تبقى تضطر تسجل بالبطولة ولا تعمل اي شي بتفوت على مود الكمباتاتف الموجودين بلعبة فورتنايت اللي هي بجنب اللوكر على اليمين بتفوت عليها بتلاقي هون في مود موجود باسم مارفل كنوك اوت تيريوس لح يكون البطولة تيريوس يا شباب انتو شايفين اش لون ما بفهموك بالموقع شو عملتوا وشو عم يحكوا هذا المود يا شباب لح يكون تيريوس باسم المارفل كنوك اوت تمام يا شباب هاي اول معلومة عرفتوها انه انتو بتكون تفوت وتلعبوا البطولة من داخل اللعبة لا تفوتوا لينكات ولا تسجلوا باي لينك يا شباب طيب شو الشروط لحتى يعني مواد الالعب هاد البطولة الشروط انك انت تكون مفقل او المصداقية السنائية يعني لما تفوت على الايميل تبعك بيبعتوا لك كود على الايميل لحتى تقدر تسجل الدخول لازم يكون فول اكسس لحتج تقل لي ايميلي وهمي انا ما عم بقدر فوت او هيك لانو ايميلك وهمي ما هتقدر تفوت وثالث شي يا شباب معنا اللي هو انت رح تبلش البطولة اول بطولة اللي حتكون معنا يوم 14 اكتوبر هاي البطولة يا شباب مجرد ما تجي فيها توب معين لحتحصل اللي سكن هلا لحنا بالنسبة للسكن كيف تحصله اول بطولة اللي حتكون يوم الاربعة لحتى انت تقدر تحصل هذا اللي سكن بالنسبة للسكن شلون تحصله لازم تحصله عن طريق التوب بات يعني لو انت بتلعب على سيرفر اوروبا لازم تضل من توب واحد لتوب 800 ولو انت بتلعب على السيرفرات الاميركية يعني اثنين السيرفر الاست والويست لازم تكون من توب واحد لتوب خمسمية ومن توب واحد لتوب ميتين وبالنسبة لسيرفر اسيا لازم تكون من توب واحد لتوب مية والميدا الاست لازم تكون من واحد لمية وبالاوكيوانيا اوكياشونيا مدري شو من واحد لمية والبرازيل من واحد لميتين هيك بالنسبة للتوبات يا شباب هلا التوبات هيك لح تكون بهذا الشكل لحتى انت تقدر تحصل الاسكن الاسكل اللي حتقدر تحصله يوم 14 اكتوبر يعني اول يوم لحيكون يوم 14 اكتوبر لحتى انت تقدر تحصل هاي البطولة طبعا المواعيد اللي هي لح تكون لسه في ثلاث بطولات تانية انا ان شاء الله لح اكتب لكم يوم بالتعليقات المسبتة تحت لانه هي بتبلش يوم 14 عشرة وبتمتهي يوم 21 نوفمبر طيب الاسكل اللي حيكون حصري طبعا لا ما هيكون حصري لح ينزل على الاتم شوب طيب شو البطولات التالية البطولات التانية يا شباب لسه لحد هلأ مو معروف عنا ايا شي ايا شي باعرفوا انا عن هذه البطولات التالية الجاين لحطو لكم يوم بالتعليق المسبت متل ما إلطو لكم منشوي لانه يا شباب هاي البطولة لازم انت تلعبها اول يوم اه يوم اللي حتى تقدر تحصل يعني حاول العاب يوم الاربع لانه لحد هاللى الشركة ما حكيت شي عن البطولات التانية فاللهوع لا ممكن هي تعمل بطولات بتسع المليون دولار هات 뭘 أنتشيل الاسكن لازم تلعب يوم الاربعة أنا هي الفانتاق سألقطة انت لازم تلعب يوم الاربعة بالنسبة للسكن مجرد مشاركتك بالاربعة بطولات سيأتي لك اللعاب تمام يا شباب اول شيء العاب تبع دير ديفل وحصل الاسكن ويجيب التوب الحلو لحتى تقدر تجيب الاسكن وبعد منها ستلعب انت ثلاث بطولات ثانية الثلاث بطولات ثانية لو لعبتن لازم تحصل انت اللعاب نكسس وور بالنسبة للقلايدر ما في اي شيء بيحكوا عنه بالنسبة للقلايدر يعني هنه ما قالوا مسلا انت لازم تجيب توبات او شيء مجرد ما انت تلعب خلص انت لحت تفوت على اللقلايدر وتحتاخده وتصير ملكك بس تلعب الاربعة بطولات هيك بنكون احنا حكينا بالنسبة عن كل شيء لسكن دير ديفل وشو لاحظنا ان احنا كمان باللسكن او في شغلة تانية لاحظناها بالصورة تبع اللسكن والاعلان تبعه متل مزارعة ما نكون هاي هي يا شباب في وراث القدرات الخارقة في تبع ثور في تبع ايرو مام في تبع ستورم في تبع كل شيء خدرات هذين القدرات كلها موجودين معنا باللعبة ولكن في قدرة واحدة مو موجودة معنا باللعبة تبع غوسترادر يا شباب يعني اللي ظهره عمامكم غوسترادر مو موجودة معنا باللعبة لاحظنا وهي هي شكله حتى تنزل معنا بعد الفترة الجيئة يعني بالفترة القادمة او بعد التحديث اللي هو سيكون يوم الاربعة اي يوم مو معروف ام تاني اربعة ان شاء الله. فهو لح يكون فيه تحديس قادم معنا ان شاء الله لعبة فورتنايت. يلوي باسم اربعة عشر فاصل ثلاثين. فان شاء الله بس ينزل هذا التحديس سينزل معه قدرة الجوست رايدر الجديدة اللي ظهره امامكم. هيك لح يكون شكله مدورة مسلس وبقلبه دواره وعليه جمجمة تبع الجوست رايدر. تمام يا شباب. بتمنى تكون فيدكن وعرفت بعض المعلومات. وبتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع كل اصحابكم اللي حابين يشاركوا بهالبطولة. انا شرحت بالتفصيل الممله للقصة يعني مشان تعرفوا كيف تكون تفوتوا بالبطولة. وكيف تكون تشاركوا فيها. قدعم بالآتم شوبني متساوي. حاب تدعمني. وشكرا لكم وبرعاية الله. ما فكرتك آتم ساعدة تبنبه هالحالة. هيا ماذا راون ديني ثلاثة اما انت الحماس يا بوت الله. من سبع راوندات تجيبني راوندين ثلاثة تقول له انا. ماذا صاني ما عام بالعب اللعبة. ماشي يعني عادي. بس بتعرف تلعب مو حمار يعني. خوز هذه لك زمان ما لعبت شو يعني. خرب بيتك يا كيف يا خرب بيت معرفتك. صحيح تم محتفاف بس يا رتني معرفتك. بالأول كنت بنام بتروس على العحزة. خضرتك ان اليوانو تستطيع volta شخص judge. اشتركوا في القناة اتخرب بيتك وينك لازم اتعلم الناس انت فن الهرب والله العظيم اذا بنعملك فيديو على اليوتيوب فن الهرب والله تشتغل شغل عظيم اشتركوا في القناة